السلام عليكم اليوم نتكلم عن أسلوب جديد من الأساليب النرجسي هو الهوورينغ أو مش عارفش أقولها بالعربية كيف ممكن أترجمها الهوورينغ هي يعني شفط زي الجهاز الهوفر المكرسة الربائية هوفر صح؟ فهي تشفط فهذا أسلوب الأساليب النرجسي النرجسي بيعتبر الضحية هي ملكية شخصية فإذا هي قررت الذهاب عنه هذا الشي ما يتحمل أبدا 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 نرجسيه ويتآذى أذية شديدة منه جدا وينفعل ويكسر الدنيا ويعني حالتصير مرة صعبة فلكن حيحاول يرجع هذه الضحية وحيرجع يلبس القناعة مرة ثانية القناعة اللي هو إغراق الحب مرة ثانية فيرجع بتلطف وتحسن وتوفت إلى الله وأنا وأنا وحبك وأنا غلط وأنا كذا حتى ممكن يقول لأنه أنا عارف أنه كذا عندي صفات مثلا سيئة وأنها راح تعالج ممكن كل هذه الأشياء عشان يرجعها وغالبا حينجح لأنه الضحية أصلا هي عندها لا تنسون الارتباط الدائم أو الارتباط مش الدائم الارتباط المؤلم اللي هو trauma bonding فهي أصلا هي لساتها ما تخلصت منه هي لسا عندها الحالة الإدمانية عليه للجنرجسي فسهل جدا أنه يرجعها فبس كلمتين حلوين منه ممكن ترجع له تماما ما في أي إشكالية لكن المشكلة وين أنه لما يرجع حينتقم أشد الانتقام الآن مرة الجاية حتكون أقوى حيذلها أكثر وكذا وخاصة أنه هي لما ترجع ترجع يعني كيف يقولك ما قعد تشوف حاجة تغيرت أصلا يعني مثلا ما راح مثلا الطبيب يتعالج مثلا أو كذا ما في شيء صار يتغير فهو برضو هذه كأنه قاعد يأخذها كأنه قبول منها أنها قابلة بادرة الوضع وترجع للي كانت عليه فحيكون يومين كذا عسل بعدين يرجع يذلها مرة ثانية وزي ما قلت المرة الجاية الثانية حتكون أشد من المرة الأولى أصلا والمشكلة تظل هي المرأة كذا يعني بالذات المرأة تظل ترجع وترجع وترجع ترجع لأنه أرجع أقول لكم ترى مسألة تراما باندين هذا الارتباط المؤلم مش حاجة بسيطة تخيلوا شخص يعني عارف كيف مدمن مخدرات كم مرة يرجع لإدمان المخدرات كم مرة يروح يتعالج من فصحة ويرجع لإدمان مرة ثانية صحة ولا لا ويدمنون تدخين نفس الشكل ويبطلوا ويرجعوا يتبطلوا ويرجعوا المسألة أكبر من الضحية بكثير يبغى لها عزيمة ويبغى لها مساعدات مختصين وكذا ليه ما تخرج فعلا من الموضوع خاصة إذا كانت طاولة السنين بينها وبينهم فهذا أسلوب الهوفرين ويستخدموا النرجسيين ترجمة نانسي قنقر